بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة في لقاء سابق تحدثنا عن المشاهد التي يراها الإنسان المؤمن منذ لحظة الموت حتى يبعث يوم القيامة وقلنا إن أول مشهد يشاهده هو ملائكة الرحمة بأبهى الصورة الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون إذن أول ما تشاهده ستشاهد رسل الله لخضة الموت والموت أيها الأحبة قريب مننا جدا يعني لا يؤجل أحدكم التفكير بالموت إلى الغد أكثروا من ذكر هادم اللذات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن ذكر الموت كثيرا عشرات الآيات تتحدث عن الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ملك الموت موكل بك أيها الإنسان ينبغي أن تعلم أن هناك ملك للموت أنت تسير باتجاهه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يعني أنت كل ما سرت خطوة أنت تسير باتجاه هذا الموت وبالتالي هذا الموت سيلاقيك قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون اليوم أيها الأحبة سنتحدث عن المشاهد التي يراها الكافر الذي اتخذ دينه لهواً ولعباً وغرته الحياة الدنيا كيف ينساه الله كيف يعذب ماذا سيرى والحقيقة هذه الرسالة لكل من يلهو ويعبث لا يصلي لا يذكر الله لا يتذكر الموت لا يتذكر لقاء الله لا يلتزم بمنهج الله يؤذي الناس يعق والديه يؤذي من حوله لا يساعد الآخرين يسرق يخدع يغش هذه الصفات للأسف أصبحت يكذب الكذب أصبح أيها الأحبة الآن من أسوأ أسوأ العادات هي الكذب للأسف منتشر بشكل مرعب والنبي أنبأ أنه من علامات الساعة قال ويكثر الكذب الكذب ويكثر الكذب كثرت الكذب من علامات الساعة واقتراب الساعة لذلك أيها الأحبة الموت سيكون قريب مني وقريب منك ما الذي يجعلني غافلا عن هذا المصير الذي سأواجهه إذا كانت كل حياتي التي سأعيشها هي ساعة من ساعات ما بعد الموت الحياة الحقيقية تبدأ بعد الموت لذلك أيها الأحبة أنا أوجه رسالة لمن هو غافل عن الله سبحانه وتعالى أن يتأمل هذه الآيات فقط أن يفكر معي ولو لمدة مدة هذا الفيديو فقط يعني ربع ساعة فكر خذ هذه اللقطة وعالجها في دماغك وتخيل أنك ستمر بهذا الموقف فقط ثم أنت اختار ما تريد إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم والله عندما تنصب وتضحك على شخص وتأخذ أمواله أنت تظلم نفسك لا تظلمه هو سيأخذ بدلا منها حسنات يوم القيامة وسينتفع بها يوم الموت وأنت ستكون حسرة عليك يوم الموت عندما تكذب على إنسان أنت تظلم نفسك عندما تخدع إنسان أنت تظلم نفسك عندما يعني تؤذي إنسان لا يستطيع أن يرد أذاك أنت تخدع نفسك أنت الخاسر انتظر هذا الموقف أنا لن أتحدث بلساني هذا الله يخاطبك أنت شخصيا هذه الآيات موجهة لنا أيها الأحبة هذه الآية تخاطبك أيها الظالم أنت تظلم نفسك قبل أن تظلم الناس على فكرة إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الآية الثانية أيها الأحبة بهذه اللقطة الأولى اللقطة الثانية الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم سوف تستسلم في هذه اللحظة وتنكر أعمالك السيئة تماما مثل في الدنيا عندما يتهمك أحد بالسرقة تنكر يتهمك أحد بارتكاب الزنا مثلا تنكر يتهمك أحد بارتكاب مثلا فعل فاحش أو أخذ مال بغير حق أو كذا تنكر تقول أنا لم أفعل ذلك وتكذب ستمارس تفس العمل ولكن لن ينفعك في ذلك الوقت يعني في الدنيا تستطيع أن تضحك على على الناس ولكن هنا لا يوجد ضحك على أحد هنا ملائكة الله الذين تتوفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم فألقوا السلم استسلام كامل ويقولون هذا الظالم ماذا يقول ما كنا نعمل من سوء ينكر أعماله السيئة يأتيه بعنف يأتيه الجواب بعنف بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين سبحان الله إذن أخي الحبيب إذا كنت غافلا عن الله وعن لقاء الله وكنت تؤذي الناس وتؤذي أبويك تؤذي أبنائك تؤذي زوجتك أو بالنسبة للمرأة التي تؤذي زوجها هذه الرسالة أول ما ستشاهده ملائكة العذاب بأبشع صورة ستأتيك هذه الملائكة بصورة بشعة مرعبة تكرهها ويملأك الخوف وتبدأ هذه الملائكة بضربك على الفور وتبدأ هذه الملائكة بضربك نحن قلنا هناك آية عظيمة جدا تصف لناك رؤية العين رؤية العين أيها الأحبة ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ذل وهوان وعنف يمارس عليك وأنت ضعيف مستسلم اليوم تجزون عذاب الهون أنا ما الذي يضطرني أن أتعرض لمثل هذا الموقف بالله عليكم إذا كنت أنت إنسان عاقل ما الذي يضطرك لأن تتعرض لمثل هذا الموقف أنت الآن تؤذي من يؤذي زوجته وكثير للأسف من الرجال يؤذون زوجاتهم لماذا تعرض نفسك لعذاب الله الذي هو غافل عن الله وعن القرآن وعن ذكر الله وعن الصلاة ومنغمس في شهوات الدنيا ما الذي يقودك أن تكون في هذا المصير ولو ترى إذ الظالمون الظالم هنا أيها الأحبة ليس من الضروري أن الظالم الذي يعني يقتل الناس مثلا أو يأخذ أموالهم ظلم الزوجة هو ظلم ظلم الأولاد هو ظلم ظلم الأبوين أن تظلم أبويك عقوق الأبوين هو ظلم لهما أنت أصبحت ظالم أكل أموال الناس ظلم أن تغفل عن الله هذا الظلم من أعلى أنواع الظلم أن تجعل لله شريكا أن لا تثق بكلام الله هذا الظلم أن تغفل عن القرآن تماما هذا الظلم لذلك الله تعالى يقول ولو ترى لو كان لك عينين ترى بهما لو كان لديك قدرة على رؤية القوانين الجديدة التي سيخضع لها هذا الميت في عالم البرزخ أو ما وراء البرزخ سيكون هناك قوانين أخرى تختلف عن القوانين التي الفيزيائية الموجودة في الدنيا ولو ترى لو كنت قادر لا رأيت هذا المشهد ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة تباسط أيديهم الملائكة تظهر لك بأسوأ وأبشع صورة صورة مرعبة تقول لك أخرج أنفسكم أخرج نفسك أنت مقيد أنت حبيس جسدك الذي لا يستطيع أن يتحرك فيأتيك هذا الرعب الآخر اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون والله أيها الأحبة كل إنسان تأمره بالصلاة ولا يصلي هذا يعتبر استكبار عن آيات الله وكنتم عن آياته تستكبرون كل إنسان تقول له اتق الله ويغضب وينفعل هذا تكبر هذا سيكون له هذا المصير إذا لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى الآن مشهد الضرب ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة الآن قلنا المشهد السابق الظالمون في غمرات الموت الآن الذين كفروا والكافر أيها الأحبة يعني تاركوا الصلاة كافر ما رأيكم من يترك الصلاة جحودا طبعا ليس تهاونا يصلي تارة ويترك تارة وكذا ويقول يعني يسأل الله الهداية لا ينكرها هذا إن شاء الله يعني هو مسلم ولكن عاصي أما من ينكر الصلاة تماما هذا يعتبر كافر ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ما الذي سيفعله الملائكة ستفعله الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم من الأمام ومن الخلف ضرب متعاكس وذوقوا عذاب الحريق يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق سبحان الله يعني والله أيها الأحباء من الآيات المرعبة جدا أنا أخاف منها حقيقة ذلك بما قدمت أيديكم هذا هو ما جنته يديك وأن الله ليس بظلام للعبيد وأن الله ليس بظلام للعبيد لذلك ما الذي يضطرني أنا كإنسان عاقل أن ألجأ لمثل هذا المصير لماذا يعني لماذا لكي أخذ مال فلان أو أطمع على فلان أو أزيد رزقي قليلا ورزقك محدود يعني ما هي الفائدة يعني يعني ماذا تخسر إذا كنت متواضع ومتسامح وقبلت أن تصبر على أذى الناس ما الذي سيدرك ما الذي سينقص منك الجنة لا يدخلها مستكبر أيها الأحبة لا يدخل الجنة متكبر أبدا من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة الجنة يدخلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المتواضع اللين السهل الناس هؤلاء الناس الذين تسخرون منهم أيها الأحبة والله ربما سيكونون في أعلى مراتب في الدنيا وهؤلاء الذين ترونهم في الدنيا في مراتب عليا سيحشرون كأمثال الذر النمل الصغير يطأهم الناس بأقدامهم المتكبرون يحشرون كأمثال الذر صغار لأنهم تكبروا في الدنيا فيحشرون صغارا يطأهم الناس بأقدامهم ولا ياذب الله لذلك أحبتي في الله بعد أن شاهدت هذا المشهد خرجت النفس هذه النفس أين ستذهب هنا المشكلة السماء لن تفتح أمام نفس المجرم أو الكافر أو العاصي أو الكافر أو الظالم لن تفتح السماء إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجمل في سم الخياط هل الجمل يمكن أن يدخل في ثقب الإبرة مستحيل وكذلك نجزي المجرمين هذا الأمر أيها الأحبة من أسوأ ما يتعرض له هذا الإنسان الذي نفسه تبقى في حالة عذاب ورعب وخوف إلى يوم البعث طيب خلال هذه المرحلة قلنا هذه المرحلة ما بين موتك إلى يوم القيامة ربما تستمر مليارات السنين نحن لا نعلم نحن لا نعلم كم ستستمر يعني ليست هي سنة أو سنتين أو كذا ربما مليارات السنين في هذه المرحلة ما وراء البرزخ أحبة في الله ما الذي سيحدث كل يوم ستعرض على النار يا لطيف كل يوم ستعرض على النار يعني النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا الموقف سماه القرآن سوء العذاب سماه القرآن سوء العذاب لماذا سوء العذاب أيها الأحبة لأن فيه فيه إرهاق للإنسان فيه يعني فيه رعب فيه خوف فيه يعني نوع من الظل والهوان لذلك ماذا قال سبحانه وتعالى قال أولئك الذين لهم سوء العذاب هذا في القبر هذه آية دليل على عذاب القبر أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون طيب الآية تتحدث عن نوعا من العذاب سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون من الذي يحدد لنا ما هو سوء العذاب أيها الأحبة الآية التالية تذكرون ذلك الرجل الذي آمن من آل فرعون ووقف في وجه الظلم وكأرادوا أن يقتلوا موسى وقف في وجه فرعون فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب أحاط بهم سوء العذاب طيب ما هو سوء العذاب الآية التالية تشرح لنا أيها الأحبة هذه الآية في سورة غافر فوقاه أي للرجل المؤمن فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يوم القيامة لا يوجد غدوا وعشي ولا يوجد شمس ولا يوجد ليل ونهار ولا يوجد نوم ولا يوجد دوران أرض وغير ذلك لا القوانين ستختلف هذا في القبر في الدنيا ضمن الحياة الدنيا ولكن في عالم ما وراء البرزخ وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها طيب هل هذه الآية خاصة بآل فرعون أو أم بكل ظالم ومستكبر كل الكافرين سيعرضون على النار وهم في القبر ليست خاصة بآل فرعون كل إنسان كافر سيعرض على النار غدوا في الغدات في الصباح وعشيا يعني يعني في بعد المغرب غدوا وعشيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في البرزخ في القبر ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب لذلك أيها الأحبة ستمر هذه المليارات من السنين وأنت في القبر غدوا وعشيا تتعرض للذل والإهانة وسوء العذاب وتتعرض للضرب من الملائكة هذا بنص القرآن أيها الأحبة هذه رسالة لمن لا يحب أن يعترف بأحاديث النبي نقول هذا هو القرآن إذا كنت لا تقتنع بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو القرآن هناك ضرب يضربون وجوههم وأدبارهم وهناك عرض على النار وهناك ذل وهناك اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون إذن أيها الأحبة فهذه المرحلة ستكون عبارة عن عذاب ليلا نهارا حتى يبعث فيقول يا ويلنا يا لطيب لأنه كان طيلة هذه السنوات أو ملايين السنين في حالة انتظار لمصيره في حالة ذل وعذاب وهوان وضرب قبل دخول جهنم الدخول الحقيقي بروحه وجسده ونفسه فعندما يخرج من الأجداث من القبور من مكان الرقود الذي كان مستقرا فيه ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا قالوا يا ويلنا فورا يا ويلنا لماذا؟ لأنهم أدركوا أن كل ما ذاقوه هو ذرة من عذاب جهنم على فكرة يعني كل هذا العذاب أيها الأحبة والله كل عذاب القبر عرض على النار وضرب وذل وهوان ورعب وخوف مليارات السنين هو ذرة أمام عذاب جهنم ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون أكبر بمليارات مرات من عذاب القبر لذلك أيها الأحبة والله يعني شيء مرعب أنصح كل أخ أن يسرع إلى التوبة يسارع للتوبة يسارع إلى الله يسارع إلى لقاء يعتذر من الله يا أخي والله وقاحة أن الله خلقك ورزقك وأعطاك صحة ومال وقوة وأعطاك قدرة على أعطاك سلطة أعطاك مال أعطاك شيء وأنت تجحد وتستكبر وتظلم وتؤذي الناس وكذا سارع وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أنت أمام جنة أعدت للمتقين ثمنها بسيط مجرد أن تؤمن بالله وتتأمل هذا القرآن وتتدبأ وتطمئن نفسك بهذا الكتاب العظيم لذلك أيها الأحبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله كما قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر